مرحبا برج الدلو اهلا فيكم الشريكي رانا انت دورت راسه عندنا عجلة الحظ ست الخماسيات تحب تسوي اللي براسك وتحب تخلي ايضا الامور مفتوحة في حياتك بدون ارتباط بدون تعلق هذا هي طبيعتك انت يا برج الدلو تفعل ماذا تريد ثمان الثمان الغصان شريكك فهم رسالتك بشكل واضح ولكن يحس ايضا انه مخذول او كأنما ما عندك القدر على الحب ما عاد عندك ثقة في الناس شريكك يرى انه انت فقدت الامل او الايمان فيه حتى وخمس الاغصان انت عنيد ومن نوع اللي توقف للشريكة على حبه برج الدلو شريكك مثل ما قلتلك هو كأنما قاعد ينظر من بعيد حتى في فترة الانفصال ويحسدك على الوضع اللي انت فيه ان انت من اكثر الابراد شجاعة تفعل ماذا تريد وما تسمح للاخرين بان يربطوك او يعلقوك خصوصا لما يكون الوضع الموجود امامك وحسب توقعاتك ما تريده وايضا ما تبي انت ناجح في هذا الشيء فالشريك يشوفك ان انت خليت خياراتك مفتوحة عندك خيارات عندك الكثير من الاشخاص اللي يرغمون فيك انت مرغوب يا برج الدلو ودورت راسك انا ما حاول معاك ايضا باكثر من اسلوب باكثر من طريقة ان يتفاهم ولكن ما صار هذا الكلام لان انت كنت واضح قلت ما تعني وفعلت ايضا ما تعني كنت واضح معا من البداية ما ادرفش ان اهل مثلا قلت له اذا تريد ان احنا نكمل لازم تسوي كذا كذا اذا راح تسوي كذا راح اسويلك كذا هنا عندنا نوع من الفعل وردة الفعل الفعل والنتيجة كنت واضح معا وهو هذا الشخص يعرف ان الافعال اللي سواها تجاهك اخطأ في حقك احتمال يعرف ماذا نهايتها ولكن ما كان يبدلك القدرة ان يسوي شيء غير اللي سواه ما كان يعني كأنما بالنسبة لي كان مقيد لدرجة انه مهما سوا في النهاية راح يخذلك مهما سوا في النهاية راح يخسرك ما كان وضع الخاص يسمح له ان يعطيك ماذا تريد في العلاقة او يستطيع ان يروع عينك لانهني مثل ما قلت لك انت عندك الكثير من الخيارات برج الدلو هو البرج اللي ست الخماسيات يعني له انه دخل الى حفلة كل الاهتمام منصب عليه هو مثل ما نقول نجم الحفلة لديه الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيه فمن سيختار الكل عينهم على برج الدلو من سيختار فانت كأنما ما عجبك هذا الشريك تركت يشوفك ان انت قوي ايضا ما عجبك الوضع معه صار الانفصال حاليا بعد تستمتع في الحفلة تستمتع في الاخذ والعطام مع اشخاص ثانين وايضا يراك ان انت ما عطيت فرصة للدفاع عن نفسه على طول احتمال عطيت بلوك نهيت العلاقة وممكن ايضا القراءة تكون عكسية اعكسها بما يناسب وضعك مع الشريك لكن هو يحس ان انت هنا ما تفهمت معه وظليت تنتظر منه الزلة بس يخطأ عشان تنتهي العلاقة بالنسبة له يشوف ان العلاقة معك كانت نتيجتها اللي وصلت فيها لحد الان هو الانفصال حتمية ما هي خطوة القادمة يا برج الدلو؟ خصوصا اذا كنتم تنتظرون بجوع شنو شي؟ شنو بيسوي الشريك؟ خطوة القادمة لا تتوقع خطوة القادمة لان خطوة ستكون بعد فترة جدا ضويلة عندنا فارس الارض احتمال انك يا برج الدلو تتعامل مع شخص برج ترابي عذراء جدي ثور او حتى ناري ولكن جدا بطيء بطيء ولكن عندما يصل سيثبت وجهة نظره يعني مو قلت لك انما انت هنا في حفلة وعندك خيارات حتى لو ما تحس ان عندك خيارات ترك كل الاهتمام والاعين متوجه نحوك يا برج الدلو عندما هذا الشريك في النهاية بعد زمن طويل يصل الى الحفلة اللي انت فيها الوضع اللي انت فيه رح يدخل ويدخل بقوة ويقول برج الدلو ملكي انا ملكي انا وحدي رح يحاول مدري ليش احسن هذا الشخص دائما يحاول ان يقيدك انت معا تحس انك مقيد طبيعتك الهوائية مقيدة في حيرة احتمال انه مش واضح احتمال انه من برج الدلو برج الجدي او الحوت لان هم اكثر الابراج اللي مش واضحين القمر هو برج الحوت وعدم الوضوح هو ايضا تأثير برج الجدي على الابراج الهوائية العربة كرت الغصنين كرت الشراكة هذا الشخص خطوتها القادمة قلت لك بعد فترة طويلة رح يحاول عنده نوع من الطاقة اللي دائما يحاول ان يتملكك او يملكك لان انت طبيعتك هوائية منفتح انزين الكل يرغب فيك وتفير اهتمام الكثير من الاشخاص وشركك يراحظ هذا الشيء فهني يريد كأنما يأخذك ويحطك في قفص او يحطك في علبة بعيد عن عين الناس رح ياخذ وقت طويل عشان ياخذ الخطوة اللي انت توقعها ولكن عندما يصل رح ايضا يضعك في حيرة ليش؟ لان اقولك يا برج الدلو انت رح تكون في مرحلة خلاص واجهت الواقع وقررت بينك وبين نفسك ان تمضي قدما عن هاي الشخص وتمضي قدما عن هاي العلاقة فرجوها رح شوي يركب لك امورك في وقت قلت لك وقت اللي انت توقعه ما راح يأتي دا ما يمر زمن طويل وصير عندكم حتى المشيب ووقتها رح يرجع ويرجع بقوة فسيضعك في حيرة لان انت اصلا مشيت مشوار بدونه وكأن ما عندك هني انت حيرة بخصوص الشراكة صار لكم فترة طويلة مبتعدين عن بعض صار لكم سنين بعد اتكلم مع برج الدلو اللي راح تكون له فترة طويلة عن الشريك او الحبيب ومن ثم عندما يصل الى حياته مرة اخرى رح يكركب له الامور رح يخليه في حيرة لان اشوفك هني برج الدلو اصبحت قوي وعازم على ان تمضي قدما وتفتح لنفسك بزنس جديد شراكة جديدة عندك معجبين جدد فرجوع هذا الشخص من الماضي ومن علاقة سابقة رح يكركب لك الامور اللي بعدها ما الذي يخفيه الحبيب غامض غموضة غموضة وايضا انت يا برج الدلو انت كرتك كرت النجمة الزاهدة والمتصوف الهرمت يبحث عن النجمة يبحث عنك ولكن اللي قاعد يخبئه انه رح يأخذه وقت طويل من اجل ان يحصل عليك احتمال الامور متعلقة بشيء مادي بشيء خص نضوج هذا الشخص واكتشافه لمكانتك في حياته ممكن ولكن رح يأخذه وقت طويل عشان يطلع من هاي الحالة حالة العزلة والوحدة والابتعاد عن الحب بشكلها ولكن كثير التفكير فيك يحلم فيك وايضا يرى كوابيس بخصوصك واسوأ مخاوفه زين اسوأ مخاوف شريكك ان انت تكون مع شخص ثاني دائما كأنما في تفكيره ان انت محاط بالاشخاص محاط بالاهتمام قاعد يفكر من حاليا اللي عندك انت في علاقة حب من حاليا اللي قاعد يسأل عنك موجود في حياتك عنده كثير من هاوز في هاي الامور فارس السيوف احتمال انه عنده نية ان يكمل تعليمه او او يعني يسافر وانه ايضا عنده مهمة خاصة تخص العمل اوكي بداية جديدة اوكي بداية جديدة ولكن عنده قلق قلق انه عندما يرجع ويكون مثلا حقق اللي يريد ان يحققه من اموال من نضوج من استعداد للارتباط مرة ثانية من يعالج مشاكل النفسية احتمال ايضا هذا شخص عنده مشاكل نفسية ما يعترف فيها عنده نوع من الهوس بالتفكير عنده نوع من الوسوسة عنده نوع من الغموض يظهر شيء ولكنه يضمر شيء ثاني مختلف جدا هذا نوع من الهوس النفسي ترى فهو محتاج رحلة طويلة يعالج وينضج فيها اكبر مخاوفة ان يرجع ويلقاك عندك العربة وعنده ثمن الاكواب يرجع وما يلاقيك او يلاقيك مع شخص ثاني يلاقيك ذهبت ورحلت فعلا مو فقط من اجل تخويفه ولكن فعلا رحلت سواء لوحدك او مع شخص ثاني اوكي اللي بعده قراءة الحزة سؤال من السؤال من القادم في طريقك ما هي مواصفاته اطلاعاتك ح겠다 مهاصفاته اطلاعاتك العربة مرة أخرى لا تنسى أن في قراءة المنفصلين أنت كان عندك العربة كارت المضي قدما التحكم بزمام الأمور الغصنين تكررت الكارتات خلاعية خلطهم مرة ثانية سوف نرى ما القادم في طريقك الغصن الصغير الخماس الأول شخص يحاول أن يستميلك لأن أنت مسهل أن تستميلي برجدله يحاول أن يدخل إلى قلبك يغريك إغراء عندنا طاقة الإغراء ومشارط الإغراء ممكن يكون بالحب ممكن يكون غزل ممكن يكون بالأمور المادية جانبة عندنا الخماس الأول ممكن يغريك حتى بالارتباط ليش؟ لأنه يعرف أن أنت مسهل أن يحصل على اهتمامك ووقتك وأيضاً مسهل أن تقنع برجدله أن يكون في علاقة التزام فقاعد يحاول هنا أشوف يفكر ماذا يحب برجدله ماذا يريد برجدله الآن من الحياة أنا أقدر أقدم له عشان يقبل أن يكون معه مهما كان الثمن أنت قاعد تتعامل مع شخص مهما كان الثمن مستعد أن يدفعه وراء أميرة الأخصانة والغصم الصغير يوجد شخص أملاق نية كبيرة نية كبيرة شخص راسم عليك أنت ومستعد أن بأي ثمن يحصل على مستقبل معك العربة مرة أخرى ملك الأرض تزع السيوف كأنما قراءة العزاب قريبة أو ترتبط نوعاً ما بقراءة المنفصلين إذا أنت يا برجدله وخرجت من علاقة وأنهيتها ومستعد لدخول شخص جديد في حياتك هذه بالضبط القراءة من أجلك هنا يقول لك أن أنت تحاول أن تمضي قدماً مثل ما قلت لك في قراءة العزاب أرجع لقراءة العزاب وشوفها تحاول أن تمضي قدماً من علاقة مع شخص من برج ترابي جدي عذراء الثور تحاول أن تبتعد عنه تحاول أن تهرب مو سهل أن تهرب من هذا الشخص لا تأثير عليك لا مكان احتمال في قلبك ولكن أول كرتين أهم فقط اللي يخصون الشخص الجديد ترى اللي قادم في طريقك خلنا نشوف الشخص الجديد ما هي مواصفاته أو أطباعه ومنيته ما علينا من الشخص القديم لأنه أنا أصلاً تكلمت عنه في قراءة المنفصلين أرجع لقراءة المنفصلين اللي في أول الفيديو مواصفات الشخص الجديد نحن أترك مواصفات الشخص الجديد كرت البرج قلت لك مهما كان الثمن مستعد أن يبني أو مستعد أن يهدم مهما كان الثمن قبل أن يدخل حياتك سيجمع عنك المعلومات قلت لك ماذا يريد؟ برج الدلو أربع سيوف مر بتجارب في السابق نعم وعنده لحد الآن علاقة منفصل منها ولكن ما أنهاها بشكل كلي تسع الأكواب تسع الأكواب هو تحقيق الأمنية هو كارت فرعي لكارت النجمة النجمة هي الطاقة الأصلية لبرج الدلو تحقيق الأمنية هذا الشخص وقعت عيناء عليك من بعيد احتمال حتى أنت لم تلاحظه أو لن تلاحظه في المستقبل سيلاحظك هو وسيرسم عليك رح يراقبك رح يحاول يعرف لماذا أنت ممتنع عن الحب هذا الشخص طاقة شوي تخوف لأن أشوفه يستطيع أن يقراك يقرأ حتى روحك غرأ أنه عنده احتمال أنك رح تتعامل مع شخص هو أيضا هوائي أو ذكي جدا إذا كان مو برج هوائي يدلو ميزان جوزاء إنسان جدا ذكي يعرف يحسب بالملي قبل أن يدخل حياتك ويكركبها رح يكون جدا مخطط ناجح يرسم عليك ولكن بطريقة ذكية في النهاية بدون أن تدرك رح تجد نفسك في وضع معه أو في شراكة أو في زواج أو في علاقة في النهاية هذا شخص مستعد أن يدفع الثمن عشان يحصل عليك ممكن يكون أيضا برج شخص من برج ترابي ولكن شخص جديد أو حتى ممكن قاعدة أشوف هنا سوناريو شخص من الماضي البعيد برج ترابي سيرجع لك بعد طول القياب بعد اختفاء فترة طويلة سيرجع من أجل أن يحصل على النجمة أن يحقق أمنية للطالما تمنىها وهو أن يكون معك وإذا كنت تتوقع وتتمنى شخص جديد فأتوقع أيضا برج ترابي أو مائي هذا الشخص أنضج منك سنا وفكرا وهنا قاعدة أشوف أن تعليم أقل منك ولكن ذكاء وخبرة في الحياة هو أخبر منك عند ملك الأرض يمتلك الأموال كريم في الأموال ولكن ما راح على طول يغريك بالأموال لأن برج الدلو ذكي ما يقع عندك العربة تحاول أن تنضي قدما صح ما راح تقع في أول أغراء يصادفك في الطريق لذلك أنت تعامل مع شخص ذكي راح يسأل نفسه ما الذي فعلا أقدر قدم لبرج الدلو وما راح يقدر قاومه هل هو الزواج؟ هل هو الحب الشاعري؟ هل هو الاهتمام؟ راح يعطيك اللي أنت تتمنى وتطلبه ولكن احذر أنا مع هذا الشخص لأنه جدا طاقة طاقة الذهاء والذكاء احذر أنه أنت تحصل منه على ما تريد أولا يحقق لك أمنيتك بعدين تحقق لأمنيتك أوكي؟ وهني عندك أيضا كارت عدم التسرع في الحب عليك أول أن تفهم حقيقة هذا الشخص تعرف نواياتك تشفى قبل أن تدخله لحياتك عشان كأنه مهني السيناريو إذا نجحت أنت في التحكم في مسار هاي العلاقة مع هاي الشخص راح تحصل على مرادك وإذا ما نجحت راح هو يحصل على مراده أنت تعامل مع شخص جدا ذكي مواصفات الشكلية شخص قوي البنية قوي الشخصية يحب أن يكون هو المعيل هو اللي يصرف عليك هو اللي يهتم فيك هو اللي يحط لك البرنامج والموافقات على الأمور اللي راح تسويها وهذا ضد طبيعتك الهوائية ولكن هو يحب هذا الشيء يحب أن يهتم فيك وبأدق تفاصيلك وعين على الارتباط أو الزواج أو أن يكون معاك بتملك عند أيضا طاقة التملك هذا الشخص وأدري ليش أبراج الهوائية دائما خصوصا للدلو دائما اللي يأتون في طريقة من الأبراج الترابية سبب الإنجذاب احتمال للطبيعة الهوائية لأن تملكها أبراج الدلو قد لك احتمال أيضا أنه هو لحد الآن في زواج أو في علاقة ولكن منفصلين ولكن لم ينهيها بشكل رسمي اللي بعده قراءة المرتبطين طبع المرتبطين يمكن يكونون مرتبطين في زواج أو علاقة أو حتى خطوة أول سؤال كيف يراك الشريك في هذه الفترة إذا كانت من زوجين وبينكم أبناء الشريك يحس أنه أنت كثيرا تدقق على الأمور السلبية داخل المنزل كثير صارم مع الأبناء أو كثير حتى صارم مع الأهل مع الأطراف اللي موجودة في العلاقة إذا كنت غير متزوجين فأنت قاعد تدقق على أفعال الشريك ويحسك أن أنت تدقق عليه لأنك مش فاهمة وإن كان يراك أن أنت إذا أردت يا برج الدلو أن تفهمها ستفهمها ولكنك هناك أنا مرافض أن تفهمها ولكن أين سيذهب منك إلا إليك معاك يحصل على كل شيء في الحياة عندنا كارتين بينون الوفرة وجود كل ما نتمنى الأمبراطورة الرخاء اكتمال وإيجاد كل شيء وأيضا الساحر يمتلب كل العناصر العالم برج الدلو الشريك هيرا أن أنت ما تحب أن يخليك أو ما تحب أن تعيش الحياة حسب معاييرها حسب معايير أهله حسب معايير المجتمع أنت كأنه ما هني قاعد ينظر لك من بعيد ويراك تنجح في كل مرحلة ولكن بأسلوبك الخاص بذكاء بأن تتصرف أن أنت مفكر مستقل تتصرف مستقل الناس كلهم يروحون يمين أنت تحاول تروح يسار من أجل أن تكتشف تحب الاكتشاف ولكن فقط الأشياء اللي ما يحبها فيك هذه الفترة أنه محتار معاك أوكي؟ لماذا أنت ترفض أن تفهمه أو ترفض أن تتفهم معه ليش أنت شوي صير عصابي عنيد أو أما تسوي للي أبيه أو أبتعد عنك عندك هاي النوع من الطاقة كأنه ما هني أيضا قاعد تضغط عليه باستخدام أشياء خارجية الساحر ممكن يكون أيضا متلاعب قاعد تضغط عليه بأكثر من أسلوب أوقات تضغط عليه باستخدام أهله أهلك ضده الأموال أي شي بينكم التواصل حتى الأبناء قاعد تضغط عليه وهو مش قادر يفهم طبيعتك في هاي الفترة وإن كان يشوفك لو أرد أن تفهمها تقدر يشوف فيك الشريكة المثالي اللي تمتلك جميع المقومات اللي يحبها العناد التمييز الرخاء التفكير المستقل ولكن أحسك أنه مش فهم الفترة هذه اللي بعد ما هي نقاط قوتك العلاقة نقاط قوتك أربح السيوف قلت لك أسهلي بك يا برج الدلو إما تعطي برج الدلو إنت أساليبك ما تنتهي جعبتك عندك السيف عندك الخماسي عندك الكوب وعندك الغصن جعبتك مليئة بالحيل اللي تقدر تسويها نفذها عشان تحصل على ما تريدها توجد المستحيل لنفسك هذه من نقاط قوتك أيضا ولكن كأنما قاعد تستخدمها ضد الشريك في هاي الفترة القوة برج الأسد دائما برج الدلو يعتبر الكاونتر بارت لبرج الأسد ما بيقول لك العدو واللدود ولكن الشخص البرج يستطيع أن يقف أو يواجه قوة برج الأسد لأنه متمرد لأنه حياله ما تنتهي لأنه مسترطاقة ما ينتهي عنده علامة الانفينيتي فوق رأسه لأنه في الهواء لأنه يمتلق السيطرة على عناصر العقل أساليب العقل أساليب الدهاء الذكاء التلون أقدر ألبس أي ثوب أي شخصية كل يوم هذا ترى من نقاط قوتك ملك الأرض مو فقط الهواء حتى عناصر الأرض تمتلق السيطرة عليها كأن مشاركك هنا يحتمال كبير أن يكون الأبراج الترابية جدي ثور عذراء ولكن عيناها عليك عرفت؟ لا يحب أحد غيرك ولا يريد أحد سواك ولا يستطيع أحد أن يجذب انتباهك ما أنت جذبت انتباهك هاي من نقاط قوتك وأيضا تعرف شلون تخوفه يخاف منك تعرف شلون تخليه خاف أو يقلق عندما تحتاج قلت لك هني كانت الساحل قاعدة أشوفه معكوس عندما يكون معكوس معناته فيها نوع من طاقة التلاعب طاقة لازم تسوي اللي أنا أبي خمس الأكوام المرارة هني عندنا تعرف تخليه يقلق هني تعرف يتحسسه بالمرارة الساحر ممكن يطلع أو يسوي أي حيلة الحيلة ممكن تكون إيجابية وممكن تكون مخيفة يعتمد على الساحر نفسه طاقة الخاصة أنت كأنما هني قاعدة تقول لشريكك من نقاط قوتك أما تسوي الأمور اللي أنا أبيها أو الأمور اللي من حقي الأمور اللي أنا أستحقها أو رح أريك نجوم الليل في عز الظهر هاي النوع من الطاقة تعرف شلون تكون إما إيجابي إما سلبي تعرف شلون تتلون هذا ترى يقول لك يا برج الدل ومن نقاط قوتك أوكي اللي بعدها ماذا تفعل لك يتحافظ على العلاقة أو تطورها احتمل أنك أيضا شريكك من الأسد أو من الأبراج النارية كرت القمر برج الحود العدالة برج الميزان السيف الصغير خمس الخماسيات البرج برج الدلو عشان تستطيع أن تمسك العصى من النص أنت محتاج إلى التوازن ما بين الطاقة ما بين الطاقة الإيجابية أن تعطي الحبيب كل ما يتمنى وما بين الطاقة السلبية اللي رح أقلقك ورح أخيفك ورح أحسسك بضعم المرارة اللي أنت قاعد تحسسنيها محتاج التوازن في الطاقة محتاج أن ما تظهر لشريكك الجانب الهواء منك للفترة القادمة جانب العقل جانب الذكاء جانب الحساب جانب التقييم حاول أن تعكس الطاقة تروح إلى طاقة الماء هنا عندك كرت برج الحود طاقة الماء هي طاقة الحب طاقة التفاهم ممكن أن تغلط وأنا أحاسبك أو ممكن أسامحك طاقة الماء هي طاقة التشافي المسامحة خذ الجانب الإيجابي في الفترة القادمة مع شريكك لأن أشوف في السابق كنت شوي تدقق عليه أو تحاسبه أو تحب أنك تسوي له أسلوب حبة بحبة العين بالعين وهي تنور من الطاقة عندما زين ولازم الظل تذكر شوف يا برج الدلو لا تهدم كل شيء أنت بنيته عندك البرج لحظة انهدام البرج وخمس الخماسية تذكر شغلة واحدة أن أنت كما شريكك عندك الكثير لتخسرها في هاي العلاقة أنت استثمرت أنت أيضا لو حدث لا سمح الله الانفصال أنت أيضا رح تخسر مو فقط شريكك مو فقط لأن أنت تملك جميع الحيل والأساليب والذكاء أنت أيضا حقيقة الوضع أنه رح تخسر رح ينهدم عندك أساس تعبت عليه دائما تذكر أن أنت لا ترغب أن تهدم جهودك مع هاي الشخص ترغب أن تحافظ على الأبناء الزواج الارتباط خل هذا الشيء أمام عينك عشان تقدر تظهر للشريك طاقة الماء طاقة التفاهم طاقة حتى وإن كنت واثق من أخطاء الشريك سو نفسك مش فاهم سو نفسك تلميذ وإن كنت فاهم أكثر منا في أمور كثيرة خف طاقة التلمير طاقة المستعد أن يتعلم ويخطأ مع شريك لأنها هي الشراكة نخطأ مع بعض نتعلم مع بعض أفضل ما يكون شخص واحد منكم يترك خارج أن يحس أن أنا لوحدي في هاي الشراكة